لوسيرن، الجوهرة السويسرية المتألقة بين أحضان جبال الألب وبحيرتها الساحرة تتميز المدينة بمزيجها الفريد من الأماكن الأثرية العريقة والطبيعة الخلابة من معالمها الشهيرة مثل جسر كابل التاريخي وبرج الماء إلى المناظر البانورامية التي يوفرها جبل بيلاتوس وبحيرة لوسيرن تقدم المدينة تجربة ممتعة ومدهشة لكل من يزورها في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة في أجمل خمسة وجهات سياحية في الجزء الثاني أهم المعلومات مثل الفنادق، المطاعم، التقس، الأسواق، الأسعار وغيرها أولاً أجمل الوجهات واحد، بحيرة لوسيرن جوهرة سويسرا المتلألئة تأسر القلوب بجمالها الطبيعي ومياهها الزرقاء الصافية تحيط بها جبال الألب الشهقة مما يخلق مناظر بانورامية خلابة تجذب الزوار على مدار العام يمكن لزوار الاستمتاع برحلات القوارب الهادئة عبر البحيرة مستمتعين بمشاهدة القرى السويسرية التقليدية المنتشرة على ضفافها الممرات الجبالية توفر فرصاً رائعة للتنزه وركوب الدراجات حيث يمكن الاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الخلابة في الشتاء تتحول المنطقة إلى ملاذ العشاق التزلج والرياضات الشتوية بحيرة لوسيرن تجمع بين سحر الطبيعة وهدوء الريف مما يجعلها وجهة مثالية للاسترخاء والمغامرة على حد سواء اثنان جبل بيلاتوس القمة الساحرة في سويسرا يقدم تجربة فريدة تمزج بين المغامرة والجمال الطبيعية يرتفع بيلاتوس شامخاً فوق مدينة لوسيرن ويتيح للزوار مناظر بانورامية مذهلة لجبال الألب وبحيرة لوسيرن يمكن الوصول إلى قمته عن طريق أطول وأشد سكة حديد مسننة انحداراً في العالم مما يضيف عنصراً من الإثارة إلى الرحلة في القمة يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على الممرات الجبلية واستكشاف الكهوف الجيرية الرائعة في فصل الشتاء يتحول بيلاتوس إلى وجهة مفضلة لعشاق التزلج والتزلج على الجليد التواجد في جبل بيلاتوس يعني الانغماس في جمال الطبيعة والتمتع بالهدوء النقي والمشاهد التي لا تنسى لا تفوت مشاهدة باقي فيديوهات سويسرا بيرن، جينيف، جريندلوالد، انترلاكن، زيوريخ والروابط في الوصف ثلاثة، الجسر الكبير كابل بروكا هو رمز ساحر للتاريخ والهندسة السويسرية يمتد عبر نهر الرويس بطول مائتين وأربعة أمطار ويعد أقدم جسر خشبياً مغطى في أوروبا إذ بني في القرن الرابع عشر يتميز الجسر بسقفه المغطى الذي يحتوي على لوحات تاريخية تحكي قصصاً من تاريخ لوسرن وثقافتها على طول الجسر يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الظهور الملونة التي تزينه على مدار العام مما يضيف لمسة جمالية للطبيعة المحيطة قرب الجسر يقف برج الماء وهو برج حجري مميز كان يستخدم قديماً كمستودع وسجن الجسر الكبير هو وجهة لابد من زيارتها في لوسرن حيث يجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخ العريق في مشهد واحد لا ينسى أربعة جبل ريجي المعروف بلقب ملكة الجبال هو أحد أبرز معالم الطبيعة في سويسرا يقع في قلب جبال الألب سويسرية ويوفر مناظر بانورامية مذهلة لبحيرة لوسرن والجبال المحيطة يعد ريجي وجهة مثالية لمحبي المغامرة والطبيعة في فصل الصيف تتفتح المروج بأزهارها البرية مما يجعل ريجي مكاناً رائعاً للتنزه وركوب الدرجات الجبلية أما في الشتاء فيتحول الجبل إلى ملاذ العشق رياضات الشتوية مثل التزلج والتزحلق على الجليد جبل ريجي ليس فقط رمزاً للجمال الطبيعية بل هو أيضاً مكاناً للاسترخاء والاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الخلابة التي تصور الأعين وتنعش الروح الذي يمر عبر قلب مدينة لوسرن يمتد النهر بطول 164 كيلومتر مشكلاً مناظر خلابة على طول مصاره الذي يبدأ من جبال الألب وينتهي في بحيرة لوسرن يتميز الرويس بمياهه النقية والمتدفقة مما يجعله مكاناً مثالياً للأنشطة المائية مثل ركوب القوارب وصيد الأسماك توفر الممرات الممتدة على جانبي النهر أماكن مثالية للتنزه وركوب الدراجات حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالهواء النقي والمناظر البانورامية للمدينة نهر الرويس ليس مجرد ممر مائي بل هو شريان حيوي يعزز من جمال لوسرن ويضفي عليها سحراً خاصاً يجعلها وجهة لا تنسى شارك الفيديو مع من ستسافر إلى سويسرا معه ثانياً معلومات عن لوسرن واحد ما هو تقس لوسرن وأفضل وقت للزيارة تتمتع لوسرن بمناخ معتدل حيث تكون درجات الحرارة في الصيف معتدلة إلى دافئة تتراوح بين 20 و 25 درجة مئوية أما في الشتاء فتكون باردة حيث تتراوح درجات الحرارة بين 0 و 5 درجات مئوية أفضل وقت لزيارة لوسرن هو من يونيو إلى سبتمبر حيث يكون التقس لطيفاً ومناسباً للأنشطة الخارجية مثل التنزه وركوب القوارب في البحيرة ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك اثنان ما هي خيارات الفنادق في لوسرن وما هي أسعارها فنادق ثلاث نجوم توفر إقامة مريحة بأسعار تتراوح عادة بين 100 و 150 دولار فنادق أربع نجوم تقدم خدمات ممتازة بأسعار تتراوح بين 150 و 250 دولار فنادق خمس نجوم توفر فقامة وراحة فائقة بأسعار تبدأ من 250 دولار وقد تصل إلى 500 دولار أو أكثر ثلاثة ما هي تكلفة تناول الطعام في المطاعم بلوسرن المطاعم الشعبية والمحلية بأسعار تتراوح عادة بين 15 و 30 دولار المطاعم السريعة بأسعار تبدأ من 50 دولار وقد تصل إلى 150 دولار أو أكثر أربعة ما هي أفضل الأسواق في لوسرن سوق لوسرن القديم يقدم مجموعة واسعة من المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية سوق الفواكه والخضروات في ريتشيندورف مكان رائع لشراء المنتجات الطازجة والمحلية مركز تسوق لوسرن يضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تبيع الملابس والأكسسوارات والمنتجات المحلية خمسة ما هي المدة المثالية لقضاء عطلة سياحية في لوسرن المدة المثالية لقضاء عطلة سياحية في لوسرن تعتمد على الأنشطة التي ترغب في القيام بها عموما ينصح بقضاء ما لا يقل عن خمسة إلى سبعة أيام لاستكشاف البحيرة والجبل والمعالم التاريخية في المدينة ستة ما هي المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية التي تشتهر بها لوسرن الساعات السويسرية تعد من أشهر الهدايا التذكارية التي يمكن شراؤها الشوكولات السويسرية متوفرة بنكهات وأشكال متنوعة الحرف اليدوية تشمل الأقمشة المطرزة والمنتجات الخشبية المصنوعة يدوية سبعة، هل مياه الصنبور آمنة للشرب في لوسرن؟ نعم، مياه الصنبور في لوسرن تعتبر آمنة للشرب وتلتزم بالمعايير الصحية الأوروبية ثمانية، ما هو متوسط أسعار البقالة في لوسرن؟ متوسط تكلفة البقالة الأسبوعية لشخص واحد يمكن أن تتروح بين خمسين إلى مئة دولار وتشمل هذه التكلفة المنتجات الأساسية مثل الخبز والأرز والفواكه والخضروات واللحوم تسعة، ما هو متوسط سعر الطيران الداخلي في سويسرا؟ متوسط سعر تذكرة الطيران الداخلي في سويسرا يعتمد على المسافة ووقت الحجز يمكن تقدير متوسط السعر بين مئة إلى مئتي دولار للرحلة الداخلية ذهابا وإيابا عشرة، هل لوسرن مدينة آمنة للسياحة؟ لوسرن تعتبر واحدة من المدن الآمنة للسياحة في سويسرا تتمتع بمعدلات جريمة منخفضة مما يجعلها مكانا مناسبا للسياح لاستكشافها بثقة وأمان أحد عشر، ما هي وسائل المواصلات في لوسرن؟ وكيف يمكن استخدامها بشكل اقتصادي؟ الحافلات شبكة الحافلات تغطي معظم المناطق في لوسرن وتكلفة الرحلة الواحدة تتراوح بين 2 و 4 دولارات القطارات توفر وسيلة نقل مريحة وسريعة بين المدن الرئيسية بتكلفة تتراوح من 20 إلى 50 دولار حسب الوجهة التاكسي وخدمات النقل بالتطبيقات تبدأ من حوالي 1 دولار للكيلومتر الواحد استخدام تطبيقات النقل مثل أوبر يمكن أن يكون أكثر اقتصادية الدراجات استئجار الدراجة يتراوح بين 15 و 30 دولار لليوم وهي وسيلة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والتنقل في المدينة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد